بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نرحب بكم في هذا اللقاء في هذا الدرس هذا الدرس هو درس الكلام للسنة الأولى فهو درس للمستوى الأول سيكون إن شاء الله سنحاول أن نبدأ بشرح المعلومات من الصفر من البداية تماما بمقدماتها ومبادئها وبيان المصطلحات والإشارة فقط إشارة إلى أهم الاختلافات العلمية في المسائل لكن التفصيل في الاختلافات سيكون في الكتب القادمة إن شاء الله تعالى طبعا هذا الدرس اخترنا أن يكون من كتاب شرح صغرى الصغرى للإمام السنوسي رحمه الله تعالى سنتكلم بعد قليل عن قليلا عن الإمام السنوسي من هو وعن كتبه في علم الكلام لكن قبل ذلك نريد أن نتكلم عن علم الكلام لأن هذا الدرس في علم الكلام ما هو علم الكلام في أي موضوع يبحث هذا العلم ما هي الغاية المقصود الوصول إليها من هذا العلم تعرفون هذا يبحث في الكتب ويسمى المبادئ العشرة للعلوم في بدايات الشروح والحواشي عادة يقولون أنه لا بد لطالب العلم أن يشرع في العلم على بصيرة يعني أن يدخل في العلم وهو متصور ولو إجماليا هو من أين يريد أن يبدأ وفي أي مجال يريد أن يبحث وإلى أين يريد أن يصل هذه البصيرة نيعرف نقطة البداية ويعرف نقطة النهاية ويعرف الطريق العام الموضوع الذي هو يبحث فيه حتى لا يخرج عن الموضوع إلى موضوع آخر ويظن أنه ما زال يمشي في الطريق فقالوا لا بد أن يشرع فيه على بصيرة قالوا وإلا يكون يخبط فيه خبط عشواء يكون متخبط مرة داخل الموضوع مرة يخرج من الموضوع مرة هو يسير إلى الهدف مرة هو ابتعد عن الهدف ولا يدري فيضيع وقته وجهده وقد ينتقد ويناقش العلماء في قضية وهي أصلا خارج عن الهدف المقصود من هذا العلم أصلا نعم فيتهمهم بالتقصير وكذا وهم أصلا ما قصروا ولكن أن تخرج عن الهدف المقصود والغاية المطلوبة دون أن تعرف لذلك قالوا لابد من مبادئ العلم طبعا مبادئ العلم العشرة هذه المذكورة في الحواشي والشروح المتأخرة هي لم تبدأ عشرة هم بدوا أولا ما هو هذا العلم ما هو موضوعه يعني الموضوع أو التعريف تقريبا ثم أضافوا سؤال الغاية ما هي الغاية المقصودة من هذا العلم لماذا ندرسه ثم سألوا عن المسائل ما هي مسائله ثم سألوا مثلا من واضع هذا العلم من الذي ابتدأ التأليف والتصنيف فيه وترتيب مسائله وأدلته ثم سألوا ما هو استمداده نحن نستمد هذا العلم من أي مصادر من أي علوم أخرى ما هي نسبة إلى العلوم الأخرى هل هو أصل لها أو فرع عنها هل هو وسيء يعني آلة أو غاية وهكذا يعني زادت الأسئلة مع الأيام لذلك قالوا البحث المبادئ العشرة ليس كل المبادئ العشرة مطلوب البحث فيها على درجة واحدة بل قالوا هناك ثلاث من هذه المبادئ يجب البحث فيها وجوبا وباقي المبادئ العشرة السبعة الأخرى يستحب البحث فيها استحبابا لكن قالوا هذا الوجوب وهذا الاستحباب ليس وجوبا شرعيا ولا استحبابا شرعيا هذا وجوب صناعي واستحباب صناعي يعني وجوب من حيث الصنعة يعني حتى تتقن هذه الصنعة وتكون فعلا حاصلا على العلم المقصود في هذا الباب يجب عليك أن تفعل فهذا وجوب صناعي من حيث الصنعة وليس وجوبا شرعيا لأن أصلا قد يكون للعلم كله هذا العلم مثلا قد يكون مثلا مباحا أو قد يكون مستحبا أو قد يكون فرض كفاية أو قد يكون فرض عين يعني العلوم وقد يكون علم محرم وقد يكون علم مكروه نعرف العلوم يختلف حكمها بحسب ما هي هذا العلم وبحسب المشتغل به من هو أيضا قد يجب العلم في حق إنسان وقد يستحب في حق إنسان وقد يباح في حق إنسان وقد يحرم ويكره في حق إنسان فالحكم متفاوت فالوجوب هنا والاستفاعدة ليس وجوب شرعي ولا استهباب شرعي وجوب صناعي واستهباب صناعي فثلاثة من المبادئ يجب البحث فيها وجوبا صناعيا وهي التعريف والموضوع والغاية أما باقي ذلك قالوا يستحب يعني لستمداد نحن من أين نستمد هل نأخذ هذا العلم من أصول الفقه مثلا هل نأخذه من المنطق هل نأخذه من اللغة هل نأخذه من أين هذا يستحب لك أن تعرف لكن ليس مؤكد وجوبا لكن مؤكد أن تعرف ما هو الموضوع الذي أنت تبحث فيه في أي موضوع تبحث أكيد لو أنا غير ضابط للموضوع أنا سأتخبط تخبطا كبيرا لكن لاحظ فرق أنا لا أعرف الموضوع وأدخل فيه مشكلة لكن أنا لا أعرف من أول عالم بدأ في هذا العلم هذا أمر سهل يعني قد تتقن العلم وتفهم من أين يبدأ وأين ينتهي وما هو الموضوع الدقيق وما هي المسائل وما هي الأدلة وكيف نحكم وكيف نصل ولو سألتك من أول من ألف في ذلك تقول لا أعرف يعني قد يكون إنسان تعلم النحو مثلا هو فهمه وضبطه ويتكلم بكلام مستقيم ويعرف الرافع والنصب والجر وكذا ولو سألنا من وضع المنحو يقول لا أعرف لا يضره شيء فهذا الفرق إذن أنه هذا مستحب هذا واجب نعم فقالوا الموضوع والتعريف والغاية الموضوع لتضبط المجال الذي أنت تبحث فيه ولا تخرج عن مجال هذا العلم إلى علم آخر وتصبح تتعامل مع علم آخر بأدوات علم العلم الأول هذه المشكلة أنا مثلا أخرج عن العقائد إلى الفقه العقائد يطلب فيه اليقين والقطع فأنا أبحث عن الأدلة اليقينية دائما لكن أنا ما ضبط موضوع علم العقائد مثلا فخرجت إلى الفقه دون أن أشعر صرت أبحث في مسألة فقه وأنا لا أعرف أنني خرجت من الموضوع ولكن بقيت أطلب اليقين لا الفقه الظني يكفي فيه الظن أنت تقول لا لا يكفي هذا الدليل الظني لأنك تظن عقائد وهذا التخبط يحصل في واقعنا كثيرا كما نحن نعرف أن هناك موضوعات الإيمان والكفر كذا هذا من العقائد لكن بعض الناس لا يضبط الموضوع جيدا فيخرج إلى بعض القضايا الفقهية مثل موضوع مثلا التوسل نعم لو إنسان قال اللهم أني أسألك بجاه محمد صلى الله عليه وسلم هذا توسل هذا موضوع فقهي يعني يجوز لا يجوز هذا بحث فقهي ليس موضوع عقائد أبدا فخرجنا من الموضوع لكن واحد بقي مثلا يطلب فيه الأدلة اليقينية فهذا إشكال لأنه خرج من الموضوع إلى موضوع فقهي يكفي فيه الدليل الظني لكن ما زال يطلب الدليل اليقين مثلا نحن في العقائد عندنا مثلا باب النبوات والدليل على النبوة لابد أن يكون قطعيا لا نصدر مثبت النبوة لفلان إلا بالقطع واليقين فطلب المعجزة للنبي قطع هذا يعني نحتاج إلى دليل قاطع في أن هذا النبي صدرت منه معجزة تدل على صدقه طيب لكن عد المعجزات هذه معجزة ثم هذه ثم هذه يعني أفراد المعجزات هذا ليس من موضوع الملعقائد يعني لو ثبتت للنبي معجزة واحدة قطعيا في إثبات نبوتهم بعد ذلك إثبات معجزات أخرى هذا ليس من العقائد هذا ممكن يدخل في السيرة النبوية بالنسبة لسيدنا محمد بالنسبة لغيره من الأنبياء هذا يدخل في قصص الأنبياء صدرنا نبحث تاريخ يعني سيدنا موسى عليه السلام مثلا يكفينا معجزة العصى ثبتت في القرآن تواترا قرآن متواتر فهي معجزة قطعية ثابتة له فهو نبي قطع أكثر من هذا لا أحتاج طبعا ذكر في القرآن يدك في جيبك كذا الجراد القمة للضفادة طب لو أرد أن أبحث معجزة لم تذكر في القرآن هذا تاريخ أصبع في حقصيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المعجزة الكبرى هي القرآن الكريم ثبتت تواترا فيا دليل النبوة نثبت نبوتها قطعا بالقرآن الكريم طيب الآن مثلا سبحت الحصى في يد النبي عليه الصلاة والسلام نبع الماء من بين أصابعه الشريفة كذا كذا معجزة كثيرة أخرى هذا صار سيرة نبوية شمائل كما يسمى سيرة خصائص العلماء صنفوه تحت اسم خصائص أو تحت اسم دلائل النبوة أو تحت اسم الشمائل وما شابه ذلك لكن ما طلبوا فيه اليقين لأنه ليس هو الدليل الأساس لإثبات نبوة عليه السلام يعني ليس هو المطلوب في العقائد هذا مطلوب لزيادة مثلا محبة النبي في قلوبنا لزيادة فهمنا عن النبي السلام لزيادة علمنا بتاريخه وسيرته عليه السلام وهكذا فيكث فيه الظن بل ليس فقط يكفي فيه الظن يعني الحديث الصحيح بل يقبل فيه حتى الضعيف لأنه فضاء الأعمال لذا كانوا تساهلوا في الخصائص والشمائل حتى برواية الضعيف يأتي بعض الناس يقول لا هذه عقائد والعقائد لا تثبت إلا بالقضاء وهذا أنا قرأته لبعض العلماء الكبار من القريبين من عصر يعني الذين عاشوا في 1940 1950 أو 69 بعض العلماء الذين بحثوا في المعجزات الحسية للنبي عليه الصلاة والسلام وأنكروها بعضهم استند في إنكارها إلى أنها أخبار آحد لا يثبت بها العقائد من قال لك إنها عقائد أصلاً هذا تاريخ أو سيرة نبوية أو شمائل طيب بعضهم قال لكن مذكور في كتب العقائد مذكور استئناساً يعني زيادة على يعني بعد ما يأتي بالدليل الأساس يذكر بعض الأدلة للاستئناس نعم يستطرد العلماء كثير من الكتب التي تبحث مثلاً فقه تأتي بعض القضايا البلاغية واللغوية هذا استطرد زيادة حتى يعطيك صورة أوسع قليلة نعم وهكذا فلاحظوا إذن من لم يضبط الموضوع قد يخرج عن موضوع العلم ولكن يبقى يتعامل معه بأدوات العلم الأول فيحصل خلط كبير هذا خبط إذن قالوا لابد الشروع على بصيرة لألا يتخبط الإنسان خبط عشواء فالموضوع مهم جداً والغاية إلى ماذا نريد أن نصر نعم والتعريف أصلاً التعريف هو العلوم تعرف إما بموضوعها أو بغايتها يعني كيف نعرف العلوم نقول علم من نحو مثلاً هو علم يبحث فيه عن كذا وكذا وكذا يعني عن أحوال الكلمة وتغير الخركات وكذا أو نقول هو علم يقصد منه مثلاً تصحيح اللسان والابتعاد عن اللحن مثلا دائماً العلوم تعرف إما بموضوعها علم يبحث فيه عن كذا أو بغاية علم يقصد منه كذا أو يقتدر به على كذا أو يتوصل به إلى كذا هذا تعريف بالغاية فهذه الثلاثة هي الأركان الرئيسية لذلك نريد أن نعرف علم الكلام الذي هو موضوع هذا الدرس ما هو موضوع علم الكلام؟ طبعاً موضوع علم الكلام اختلفوا فيه فهناك من قال موضوع علم الكلام هو ذات الله من حيث ماذا يجب ماذا يجوز ماذا يستحيل على هذه الذات العلية وذات الأنبياء من حيث ماذا يجب ماذا يجوز ماذا يستحيل على هذه الذوات الشريفة فبعضهم قال إذن نحن نبحث في هذا العلم موضوع البحث هو ذات الله وذات النبي صلى الله عليه بشكل عام عليهم السلام لاحظوا قلنا من حيث لأن قد يشترك علمان في نفس الموضوع لكن من حيثيتين مختلفتين يعني لو قلنا على سبيل المثال مثلاً ذات الإنسان جسم الإنسان هذا موضوع لعلم الطب لكن من أي جهة من حيث صحته ومرضه من حيث ما هي الأشياء التي تجعله مريض ما هي الأشياء التي تشفي أو تخرج منه المرض ما هي الأشياء التي تزيد من قوته وصحته تقيه من الأمراض إلى آخره نفس جسم الإنسان هو موضوع لعلم الفيزياء من حيث حركته سرعته الزمان المكان إلى آخر هذا صار موضوع لعلم الفيزياء طيب جسم الإنسان نفسه مثلا من حيث تركيبه وهذا الأعضاء ووظائفها وكل عضو في مكانه والعلاقات بينها هذا موضوع علم البيولوجي صحيح علم الأحياء وهكذا فلاحظوا نفس الجسم لكن من حيث من حيث من حيث اختلفت الحيثية الحيثية يعني جهة نظر العقل في الموضوع هذا الموضوع العقل ينظر إليه من أي جهة فاختلف فصارت علوم مختلفة فلذلك نقول ذات الله من حيث ما يجب ما يجوز ما يستحيل عليه وذات الأنبياء من حيث ما يجب ما يجوز ما يستحيل على الأنبياء هذا موضوع علم الكلام على القول الأول أنا قلت في المسألة خلاف هذا القول الأول طبعا بني على هذا القول أنهم قسموا كتب الكلام إلى إلهيات نبوات سمعية نعم بني على هذا القول أنه قسمنا كتب الكلام يعني كل كتاب من كتب الكلام قسمنا إلى باب إلهيات يعني ما يتعلق بذات الله ووجوب جواز استحالة ماذا يجب ماذا يجوز ماذا يستحيل على ذات الله تعالى والنبوات ماذا يجب للأنبياء ماذا يجوز عليهم ماذا يستحيل عليهم السمعيات يعني أمور غيبية جاءتنا عن طريق النبوات فهي ملحقة بالنبوات إذلك حتى في بعض الكتب أدخلوها تحت باب النبوات ما جعلوا لها عنوان خاص لها التقسيم كتب الكلام بهذا التقسيم هذا مبني على هذا الموضوع لعلم الكلام علم الكلام موضوع ذات الله وذوات الأنبياء طيب هذا القول الأول اعترض على هذا القول بأنه نحن نبحث في علم الكلام مسائل أخرى كثيرة خارج هذا الموضوع وهذه المسائل لم تأتي فقط لتكميل الصورة أنا قلت ممكن في بعض العلوم أو في أكثر العلوم نخرج عن الموضوع قليلا لتكميل المسألة لكن هنا اعترضوا على هذا أنه نحن نخرج عن هذا كثيرا في كتب الكلام نخرج عن البحث عن ذات الله وعن صفات الله نخرج كثيرا نبحث الوجود نفس مفهوم الوجود ما هو مفهوم الوجود والعدم ما هو الوجود ما هو العدم وهل هناك واسطة بين الوجود والعدم هل هناك مرتبة وسط أم لا نبحث مثلا ما هي ما هي الشيء حقائق الأشياء نبحث الماهيات نفسها نعم ونقسمها إلى أقسام ونبحث في أحكامها نبحث مفهوم الوجوب والإمكان والاستحالة سيأتي معنا في الدرس القادم ما هو الواجب ما هو الممكن ما هو المستحيل ما هو الوجوب نفس مفهوم الوجوب ما هو الإمكان ما هو الاستحالة نبحث قضايا العل والمعلول نبحث قضايا الجواهر والأعراض كله سيأتي معنا في موضعه إن شاء الله هذه موضوعات خارج ذات الله وخارج ذوات الأنبياء نعم لها علاقة ولكن هذه العلاقة قد تكون بعيدة في مواضع كثيرة غير مباشرة ويتعمقون في بحثها جدا يعني ليس فقط أنه عندما نحتاج إلى العلاقة يبحثون هذا نعم أنت تمشي في مسألة عن ذات الله احتجت أن تبحث مثلا علا والمعلول خرجت سطرين ثلاث نصف صفحات تكلمت عن علا والمعلول رجعت هذا تمام هذا واضح لكن لا هم يجعلون في كتب الكلام لهذا باب ويبحثونه ويناقشون فيه وتعمقون خصوصا كتب الكلام المتأخرين المتأخرين يعني أفردوا لهذه المسائل بابا كاملا سموه باب الأمور العامة هنا قبل الإلهيات الأمور العامة لماذا أنا كتبت بلون مختلف؟ لأن هذا في كتب الكلام المتأخرة ليس كتب الكلام القديمة يعني إفراده بباب إفراده ببحث مستقل بباب خاص في كتب الكلام المتأخرة المتأخرة نقصد بها بعد الإمام الرازي يعني بعد سنة ستمائة هجري صار لها باب كامل نعم فوجود هذا كباب مستقل إذن هذا ليس استطراد فقط هذا صار من موضوع العلم لذلك المتأخرون مالوا إلى رأي آخر في موضوع علم الكلام وهو أنه ليس موضوع ذات الله وذات الأنبياء من حيث ما ذكرنا بل موضوع علم الكلام هو الموجود نعم الموجود نحن نرحل في الموجود هذا الموجود يشمع للموجود الواجب وهو الله تعالى دخل إذن ذات الله ماذا يجب ماذا يجوز ماذا يستحيل دخل أيضا الموجود الممكن وهو أنا وأنت والسماء والأرض والشجر والحجر والألوان والأصوات إذن دخلنا في الجواهر جواهر يعني نقصد مثل الأجسام والأعراض مثل الصوت أو اللون أو الحرارة أو البرودة يعني الأمور التي تقوم بالجسم ودخل من الممكنات أيضا الأنبياء عليه السلام فدخل أيضا ماذا يجب ماذا يجوز ماذا يستهل عليهم لكن عممنا صرنا نبحث الحرارة والبرودة والأجسام والأعراض ويعني أشياء كثيرة جدا لأنه صار الموضوع هو الموجود وليس فقط ذات الله ذات الأنبياء نعم فهذا رأي وهذا رأي آخر في موضوع الملكلام والذي يظهر أنه هذا ليس اختلاف في موضوع الملكلام اختلاف في تصورهم لعلم الكلام بل اختلاف بحسب الزمان يعني ليس أنه أنا وأنت في نفس الزمن وأنا متصور موضوع الملكلام فقط ذات الله وصفات الله وذات الأنبياء وأنت تصورك لا موضوع الملكلام هو الموجود لا الظاهر أنه هذا الاختلاف سببه اختلاف مرحلة واختلاف زمان في عصر المتقدمين لما كانوا لا يبحثون في قضايا الوجود والعدم والعلل والمعلولات والجواهر والأعراض لا يبحثون فيها إلا عند الحاجة يخرج من البحث إلى سطرين يكتب ويرجع فكان موضوع الملكلام ذات الله وذات الأنبياء من حيث ما ذكرنا لما تطور علم الكلام وصار يناقش الفلاسفة بالدرجة الأولى فلاسفة يطيرون جدا في هذه المباحث فاضطررنا أن ندخل فيها بالتفصيل فدخلنا في الوجود والعدم والماهيات والأمور العلال والمعلولات وكذا فوسعنا موضوع الملكلام وصار هذا الموضوع بحسب الحالة الزمنية والتطور الذي حصل في علم الكلام نفسه في ذلك فالظاهر ليس اختلاف يعني رأي وإنما اختلاف زمن طبعا قد نجد بعض المتأخرين ومنهم الإمام السنوسي الإمام السنوسي توفي 895 هجري يعني هو من المتأخرين بل من المتأخرين إلى مرتبة نوعا ما يعني متأخرة جدا يعني نقول متأخرين بدأ ستمائة هو ليس من ستمائة أو ستمائة أو ثمانمائة هو من ثمانمائة وخمسة وتسعين قريب من التسعمائة جدا فالسنوسي رحمه الله قد نجد بعض المتأخرين كالسنوسي ما زال تقريبا على طريقة القدماء أنه لا أنا أريد أبحث فقط إلهيات نبوات سمعيات لا أريد أبحث الأمور العامة كبحث مستقل وأضع لها باب في أول الكتاب عندما أحتاج أتكلم عن العل والمعلول أتكلم عندما أحتاج عن الجوهر والعرض أتكلم عند الحاجة فقط مثل لما أحتاج مسألة لغوية أخرج إلى اللغة مثل أحتاج مسألة نحوية أخرج إلى النحو هذا يعني يحصل في داخل الكتب ليس أنك تضع في بداية الكتاب وتضع له فصل كامل فالإمام السنوسي أو هناك يعني طريقة عند بعض المتأخرين وخصوصا المغاربة ليس متأخرين المشارقة المشارقة مثل الرازي البيضاوي آمدي إيجي سيد الشريف تفتازاني دواني هؤلاء المتأخرين المشارقة هم الذين غلب عليهم توسيع الملكلام وإدخال الأمور العامة وصار موضوع الملكلام الموجود أما المتأخرين المغاربة فطبعا لا نستطع نعمم تماما ولكن يغلب عليهم أنهم ما زالوا مرتبطين بالطريقة الأولى القديمة نحن نبحث عن ذات الله صفات الله وعندما أحتاج أخرج أخرج نعم لأنهم يفهمون ماذا يتكلم المشارقة ولكن لا يجعلونه بحثا مطلوبا بنفسه أو يفرد في أول الكتاب بعدد من الصفحات عند الحاجة فقط نعم يتوسعون إليه لذلك إمام السنوسي في عامة كتبه لم يدخل في الأمور العامة يعني كبحث واسع مفصل وبقي كأنه يقول حتى يعني سنة بعد قليل هو دائما يبدأ كتبه بأن يقول أنه يجب على كل مكلف أن يعرف ماذا يجب ماذا يجوز ماذا يستحيل لله ولأنبيائه يعني دائما يقول هذا هو موضوعنا فكأنه على طريقة المتقدمين في هذا الموضوع نعم نجد هذا عند بعض المتأخرين فهذه طريقة موجودة أيضا في علم الكلاة طيب عرفنا الموضوع الغاية ما هي الغاية من هذا العلم طبعا بعضهم يقول الغاية هي نيل السعادة الأبدية يوم القيامة وبعضهم يقول هو نيل السعادة في الدنيا والآخر نيل السعادة الأبدية واضح أن هذا العلم يعطيك العقيدة السليمة وهذا السبب للنجاة من العذاب الأبدي في نار جهنم والفوز بالجنة فهي السعادة الأبدية بعضهم يقول السعادة في الدنيا والآخرة لأنه يعطيك سعادة في الدنيا لأنه مهما جاءك من المصائب والمشكلات والأمراض أو الفقر أو كذا أنت تعرف أنه هذا أنا ما خلقت لهذه الدنيا أصلا عندي عقيدة أن الحياة الحقيقية ستأتي لاحقا فهذا كله عارض لا أهتم به كثيرا بخلاف إنسان مثلا لا يؤمن بالآخرة إذا عاش فقيرا أو عنده مصائب أو بعض الأمراض فيقول لماذا أنا أعيش أصلا فيمكن أن ينتحر بسهولة لأنه ليس له هدف بعيد من حياته والهدف القريب لم يحصل عليه والحياة الصعبة فيرتاح منها إذا إذن يعطيك سعادة حتى في الدنيا فبعضهم قال إذن غاية المكام السعادة الأبدية أو السعادة في الدنيا والآخرة في الحقيقة هذا ممكن نسميه غاية الغاية أو نسميه الغاية البعيدة لعلم الكلام لأنه هذا غاية كل العلوم في الحقيقة خصوصا في نظر المسلم يعني المسلم حتى في دراسته لا أقول فقط للتفسير والحديث والفقة هو يطلب السعادة في الدنيا والآخرة أو السعادة في الآخرة هذا واضح في الحديث والتفسير نحن لماذا ندرسه والفقة للسعادة أيضا للأخروية أو السعادة الدنيوية والأخروية بل حتى إن المسلم إذا درس الطب والهندسة والفيزياء والكيمياء وجيولوجي بيولوجي كذا أي علم من العلوم حتى يدرسه أيضا لينال به رضا الله في آخر الأمر فيحصل على السعادة الدنيوية والأخروية لأن الله أمر بالحياة الكريمة في الأرض وأمر بإن لنفسك عليك حقا وكذا وأمر بالنفق على الأولاد وكذا فأنا أدرس مثلا الطب أو الهندسة أو التاريخ أو أي علم من العلوم أو الجغرافية لأحصل على حياة كريمة وهذا أنا مأمور به من الله وأنفق على أولادي وهذا أمر من الله فهذا سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة أنه أنا في النهاية اكتسبت الرزق بطريقة حلال فحققت رضا الله تعالى فهذا غاية لكل مسلم في كل العلوم إذا لكن كما قلت هذا قد نسمي غاية بعيدة أو غاية الغاية لكن نحن نريد أن نبحث عن الغاية القريبة لعلم الكلام الغاية الأولى لعلم الكلام الغاية المباشرة لعلم الكلام الخاصة به التي تميزه عن العلوم الأخرى السعادة هذا لكل العلوم لا أريد غاية خاصة علم الكلام في الحقيقة هنا الغاية هي إثبات العقائد الدينية الغاية هي إزالة الشبه والشكوك من قلوب الناس إذا إنسان عنده شك شبه أستطيع أن أزيل هذا نعم الغاية هي تحصيل اليقين أن أحصل على اليقين نعم الغاية هي تقوية الحجج والبراهين والرد على الملاحدة والمشككين والقدر على مناظرتهم والجواب عن إشكالاتهم وهكذا هذه الغاية المباشرة لعلم الكلام إذن عرفنا الموضوع عرفنا الغاية الآن التعريف صهل إما أن تعرف بالغاية أو بالموضوع لذلك بعضهم عرف علم الكلام بأنه علم بالقواعد الشرعية الاعتقادية علم بالقواعد الشرعية الاعتقادية لتخرج القواعد الشرعية الفقهية علم بالقواعد الشرعية الاعتقادية من أين نحصل على هذا العلم؟ من أدلتها اليقينية علم بالقواعد الشرعية الاعتقادية أو بعضهم يقول علم بالأحكام الشرعية الاعتقادية من أدلتها اليقينية هنا تستطيع بهذا التعريف لو غيرت كلمتين فيه يصبح تعريف علم الفقه علم بالأحكام الشرعية الاعتقادية قلنا من أدلتها اليقينية لو قلت علم بالأحكام الشرعية العملية أحكام شرعية متعلقة بالعمل ليس بالاعتقاد من أدلتها التفصيلية صار علم الفقه هذا أحد تعريفات علم الكلام هو علم بالأحكام الشرعية الاعتقادية من أدلتها اليقينية أو علم بالأحكام أو بالقواعد يجوز الأحكام أو القواعد الشرعية الاعتقادية من أدلتها اليقينية هذا تعريف ولاحظ عرف العلم هنا بموضوعه أو بغايته بموضوعه بعضهم أرف الملك الان قال هو علم يقتدر به يعني يجعل الإنسان قادرا هو علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية من أدلتها اليقينية علم يعطيك قدرة في المستقبل بعدما تدرس وتتقن هذا العلم يعطيك قدرة أن تثبت العقائد الدينية من أدلتها اليقينية هذا تعريف ثاني وبعضهم فصل هذا التعريف نفس هذا التعريف فصله قال علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية ما قال من أدلتها اليقينية لأنه كلمة إثبات يعني من أدلة لكن أراد يشرح لي قال علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية بإقامة الحجج وإزالة الشبه أن الإثبات قد يكون إيجابي إنسان خالي الذهن أنا أثبت له بالحجة إنسان مشوش الذهن عنده أفكار فاسدة أنا أثبت له بإزالة الشبه فهناك طريقين للإثبات إقامة الحجج وإزالة الشبه هذا إذن تعريف ثاني لعلم الكلام تعريف بماذا؟ بالغاية علم يقتدر به على كذا إثبات العقاد إزالة الشبه إقامة الحجم هذه غاية كما ترون نعم فهذا إذن تعريف وهذا تعريف آخر لعلم الكلام طيب يمكن هنا سريعا أيضا أن نقول ما هو الفرق بين علم الكلام وعلم العقائد وهل هناك فرق أصلا بين علم العقائد وعلم الكلام أم لا هناك طبعا آراء في المسألة هناك من يفرق ويقول نعم بينهما فرق وهناك من لا يفرق أصلا ويقول هو علم العقائد أو علم الكلام شيء واحد والتفريق فقط إصطلاحي أو تفريق لفظي تسمية ويعني لعل الحل والله أعلم هو أن هناك فرق وهذا الفرق يرجع إلى ما قلنا قبل قليل من مرحلة علم الكلام عند المتقدمين ومرحلة علم الكلام عند المتأخرين يعني لما نقول علم الكلام عند المتقدمين كان يتعلق بالإلهيات نبوات سمعيات فقط هنا يمكن أن أقول علم الكلام يساوي علم العقائد ويمكن أن أفرق يعني يأتي الاحتمالين كما سأشرح بعد قليل إذا قلنا علم الكلام عند المتقدمين يتعلق بذات الله وذات الأنبياء وما يلحق بها من الأمور الغيبية الجنة والنار والصراط والميزان كذا هذه أخبار الأنبياء أصلا فإذا كان علم الكلام وهذا إلهيات نبوات سمعيات فقط هنا يمكن لا أفرق لأن نفس العقائد نفس علم الكلام الذي ندرسه في العقيدة هو الذي ندرسه في الكلام لا فرق ويمكن أن نفرق فنقول علم العقائد يهتم بإثبات هذه المسائل بدليلها الإجمالي المختصر بدون دخول في التفاصيل كثيرا علم الكلام يتوسع في التفصيل أكثر يعني علم العقائد يبحث هذه المسائل إلهيات نبوات سمعيات المسألة مع دليل دليل مختصر قد يفصلونه قليلا لكن علم الكلام إذا نريد نفرق نقول نبحث المسألة بدليلها هذه عقائد ونأتي بشبهة ونجيب عنها هذا كلام صار أيضا فصار الكلام أوسع إذن هذا علم الكلام القدامى في المرحلة المتقدمة إذن يجري فيه عدم التفريق على قول ويجري فيه التفريق ممكن أما إذا دخلنا في علم الكلام عند المتأخرين هنا لا بد من التفريق بلا شك لأنه أكيد مسائل الوجود والماهية والعلة والمعلول والجواهر والأعراض وما هي حقيقة الحرارة والبرودة وحقيقة الروائح والشم واللمس هذا كله يبحث هذا أقرب لعلوم الكيمياء وعلوم الطبيعيات وعلوم الفيزياء في عصرنا هذا أكيد ليس من العقائد أو من علم العقائد لكنه من علم الكلام لارتباطه بالجواب عن بعض الشبهات التي قد تعرض في باب العقائد إذن فعلى القول بعلم الكلام المتقدمين يجري كلام وعقائد يجري التفريق ويجري عدم التفريق يعني يحتمل أما على قول ما هو علم الكلام عند المتأخرين لا بد من التفريق هناك مباحثة كثيرة أكيد ليست من المأطوب في العقائد يعني أو ليست من علم العقائد لكن علم كلام لأنه صار علم واسع كما قلت مقابل الفلسفة يعني يبحث في هذه الأشياء للدفاع عن العقائد لكن هو ليس من علم العقائد هو الدفاع عن العقائد فهو أوسع بكثير صار من علم العقائد طيب ما حكم دراسة هذا العلم نحن انتهينا من الثلاثة المطلوبة وجوبا من المبادئ الغاية والموضوع والتعريف انتهينا الآن باقي المبادئ ليس مهم أن ندخل فيها ولكن أحد هذه المبادئ حكمه هذا مهم لأنه فيه نقاش معاصر كبير ما حكم دراسة هذا العلم أصلا طبعا الأصل في هذا العلم أنه كسائر العلوم فرض كفاية كسائر العلوم الشرعية فرض كفاية لا بد وجوبا على الأمة أن تهيئ بعض الأشخاص ليقوموا بدراسته وتحصيله وإتقانه لا بد هذا واجب على الأمة فرض كفاية فإذا الأمة جميعا ما أخرجت من أبنائها من يقوم بهذا العلم أثمت جميعا فإن قام بعض الناس وأدى هذا ويعني أتقن هذا وقام بما يكفي الحاجة فسقط الإثم عن الباقين سقط الفرض عن الباقي فيبقى في حق غيرهم مستحبا نعم وفي حق غيرهم يعني الدائر الأول قاموا بالفرض غيرهم ممن هو قريب منهم يكون مستحب لهم غيرهم ممن هو بعيد يعني إنسان نجار أو صانع أو كذا يكون مباح في حقه فقط نعم فإن كان ضعيف العقل ويمكن يفسده لأن هذا يثير الشبهات يكره في حقه أو يحرم بحسب ما يغلب على الظن من درجة الاحتمال احتمال إدخال الشبهة في ذلك إذن هذا عن فرض كفاية الحكم العام وقد يصبح فرض عين إذا تعين عليك يعني لا يوجد في المجتمع إلا أنت من يستطع يقوم بهذا فيصبح فرض الكفاية متعينا في حقك وقد ينزل إلى الاستحباب إذا قام به البعض صار غير متعين أنا أصلح له ولكن قام غيري بهذا فلا أشتغل أنا بالحديث أو بالتفسير أو بالفقه يجوز مستحب صار فقط لأنني أنا أصلح له لكن قام غيري فأنا مستحب في حقي فإذا أنا كنت بعيد عن هذا أنا نجار أو حداد أو كذا بعيد عن العلوم أصلا فهو مباح في حقي فإن كان يفسدني مكروه أو حرام على التفصيل لكن الحكم العام فيه ما هو فرض كفاية والأحكام الأخرى عارضة بحسب الشخص هذا الأصل فيه كسائر العلوم يعني حتى في الفقه نفس الشيء نلفقه فرض كفاية العلم الفقه العام ليس العلم الحال يعني ليس ما يصحح صلاتك وصيامك ما يصحح إذا أنت تاجر ما يصحح بيعك إذا أنت تريد تتزوج ما يصحح نكاحك ليس هذا هذا علم الحال فرض عين لكن أتكلم مع علم الفقه بشكل عام إنسان يتخصص بفقه العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية وكذا والعقوبات هذا فرض كفاية فإن كان لا يوجد أحد يصح إلا أنت يتعين عليك فإن كان قام به غيرك يصبح مستحب إذا كنت أبعد يصبح مباح إذا كان هذا أنت لا تصح له عقلك غير مرتب لهذا النوع من العلوم فيكره في حقك أو يحرم بحسب درجة الضرر المترتب عليه هذا هو الحكم العام كما قلت لكن الإشكالية التي تبحث في علم الكلام أن هناك نصوص كثيرة عن علماء السلف من أتباع التابعين وأئمة المسلمين في ذنب علم الكلام والنهي عن تعلمه والتحذير منه هذا موجود بكثرة يعني عن الإمام مالك عن الشافع عن أبي حنيفة عن أبي يوسف عن إمام أحمد بن حنبل عن إسحاق من راهوي كذا كثير حتى هناك كتاب ألف بكامله اسمه ذنب الكلام لأبي إسماعيل الهاروي أكتب كتاب مطبع في عدة مجلدات اسمه ذنب الكلام وحتى في كتب الفقه في بعض الأبواب مثلا ولا يجوز قراءة كتب الفلسفة ولا كتب الشعوذة وكذا في بعض الكتب الفقه حتى أنت الحنفية والشافعية والمذاهب المعروفة يعني يقولون مثلا وكتب الكلام في بعض الكتب الفقه موجود فهنا الإشكال أن هذا يعني الأصل في العلم الكلام تعلمه هو كألم شرع كما قلت كالفقه كالحديث فرض كفاية ثم نفصل لكن علم الكلام له خصوصيا ورد في حقه نهي شديد وتحذير وذم وما زال في كتب الفقه شيء من هذا فهذا الذي يعني يستدعي التوقف عنده هو التأمل لذلك في الحقيقة هنا تعددت أجوبة العلماء عن هذا الجواب الأول أنه علم الكلام في بداية نشأته كان علما مختلطا بالفلسفة وهذا لا شك فيه يعني من ينكر هذا ينكر حقيقة تاريخية واضحة كالشمس علم الكلام أول ما دخل على المسلمين كان علم مختلط بالفلسفة وحتى مختلط بالفلسفة ليس الفلسفة التي نقحت إلى درجة كبيرة الفلسفة التي ما زالت مليئة بأفكار الدهرية يعني الذين يقلون بقدم العالم وقدم الزمان وتناسخ الأرواح من جسم إلى جسم وهكذا يعني لا يؤمنون لا بيوم حساب ولا قيام ولا شيء أبدا وفلسفة الطبائعيين الذين يعني يثبتون تأثير الطباع يعني أن المادة بطبيعتها مؤثرة يعني الأفلاك النجوم مؤثرة على الإنسان كذا إذن لا يوجد إله ولا شيء حركة السماوات أو النجوم كذا هي التي تؤثر في حياتنا وهكذا علم الكلام كان مملوء بهذه الفلسفة هذه الفلسفة بتشعباتها الكثيرة حتى الفلسفة الإسلامية لما نقول ابن سينا أو الفارابي أو كذا نقحت كثيرا عن هذه الفلسفة الشديدة الفساد المملوءة بالأفكار الشركية والكفرية حتى فلسفة ابن سينا الفلسفة الإسلامية على إشكالاتها الفلسفة الإسلامية وعلى أن بعض علمائنا كفر الفلاسفة بغض النظر أن نكفر أو لا نكفر ليس بحثي الآن الإسلامية أتكلم الفلسفة الإسلامية هذه صورة جميلة جدا على علاتها وعلى إشكالاتها وعلى مشاكلها لكنها صورة جميلة جدا عن الفلسفة اليونانية بطوائفها وفرقها المختلفة فعلم الكلام تخيل أنه ليس فقط كان مختلط بالفلسفة الإسلامية كان مختلط بالفلسفة المترجمة كاملة بكل أفكارها وفيها شركيات وفيها كفريات وفيها ضلالات وفيها مشاكل كثيرة بلا شك نعم فالعلماء أكيد في ذلك العصر سينهون عن هذا العلم ويذمونه ويحذرون منه بلا شك لكن هذا لم يبقى موجود في كتب الكلام المتأخرة بل ولا في كتب الكلام المتقدمة يعني كتب الأشعر والباقلاني وابن فورك والما تريد وأبو المعين النسفي وكذا لم يبقى فيها هذا أبدا أصلا نعم ولعلكم في درس تاريخ الكلام يعني تفصلون أكثر في هذه القضايا نعم هو كتب مترجمة كانت فواحد يشتري الكتاب ويقرأ ماذا تقرأ الكلام نعم ماذا تدرس كلام نعم هو علم الكلام في ذلك العصر هو هذا يعني ما كان العلاء الكلام المنقى المنقى المصفة من هذه المشكلة ما كان موجود أصلا نتكلم عن سنة 200 هجري يعني قبل الأشعر وما تريد بمائة سنة نعم ما كان هناك أصلا علماء كلام خصوصا من أهل السنة يعني في المعتزلة موجود هذا الجواب الثاني الذي سأتي عليه بعد قليل يعني هو كان يطرح بعدة أسماء منها الكلام منها الفلسفة ويعني أسماء قريبة من هذا ولكن تسمية كلام أيضا فيه بحث طويل لا أريد دخول فيه الآن نعم سيأتي معكم لاحقا شاء الله طيب الجواب الثاني أنه بدأت تنظيف الملك الكلام وبدأت تصفية من هذه الإشكالات أيضا في مرحلة مبكرة على يد المعتزلة يعني من سنة 200 إلى سنة 300 هجري المعتزلة في الحقيقة قاموا بجهد يمدح أو يشكر على إشكالات المعتزلة والخلاف الطويل بيننا وبينهم ومع ذلك لا بد أن نعترف أن المعتزلة قاموا بين المائتين والثلاثمائة هجري بعمل مهم جدا في إخراج كثير من هذه الأفكار الفاسدة والضلالات من علم الكلام ومحاولة كتابة مؤلفات ومصنفات في علم الكلام تجتنب هذه الأفكار إلى درجة كبيرة لكن كونها المحاولات الأولى وذلك المحاولات الأولى يكون فيها نقص وكون المعتزلة أصلا بعض يعني أنا عندما أريد أشتغل بعلم وأنظف هذه الأشياء منه وأأتي بالصورة الصحيحة السليمة المقبولة شرعيا عندنا يجب أن يكون عندي قواعد عامة تحكمني صحيح ضوابط حتى أمشي عليها أن هذا يوافق هذا لا يوافق يجب أن أضبط عندي بعض الأفكار بعض الضوابط التي في ذهن المعتزلة التي جعلوها معيار لقبول بعض الأفكار أو رد بعض الأفكار نفس القضية المعيارية أو الضابط المعياري غير مقبولة عندنا يعني خطأ عندهم في نظرنا فهذا جعل عملية التنظيف والتصفية ليست عملية كاملة نعم لماذا أولا كونها محاولة أولى فيها نقص بشري هذا طبيعي وهذا يحتمل لكن الإشكال الأكبر أنه ينظف بضوابط أنا لا أوافق على بعض الضوابط فبعض الضوابط التي هو بسببها يقبل بعض الأفكار ويقول هذه الشرعية ما عندنا فيها مشكلة أنا أقول لا عندنا فيها مشكلة أدخل فكرة هو قبل بعض الأفكار الفلسفية لأنها توافق فكره القاعدة العامة عنده فصارت فكرة شرعية يقول هذه فكرة فلسفية لا تعارض فكرنا لكن عندنا لا تعارض وعندما نأتي في الدروس لا أريد أذكر أمثلة من الآن لأن المثال يحتاج أن أشرحه لكن سيأتي معنا لكن تذكروا الآن فقط هذه الفكرة ستأتي في وقتها يعني تجدون الأمثلة في وقتها فبهذه الطريقة الآن العلماء ما زالوا يذنون علم الكلام حتى بعد هذه العملية التصفية التي حصلت له ما زال هناك ذن من علماء أهل السنة لأن المخرجات التي خرجت ليست نظيفة إلى درجة كبيرة نعم فما زال هناك إشكالات لذلك ورد مثلا عن أبي يوسف ومرد عن الشافعي كذا إنهم كانوا يذنون علماء الكلام ولا يقصدون فقط الترجمة بل يقصدون أيضا ما قام به المعتزل نعم أما إسقاط هذا على ما قام به أهل السنة بعد ذلك وهو أنهم نظفوا هذا تماما وما بقي من علم الكلام إلا ما يوافق الدين بل ما يؤيد الدين وما يثبت قواعد الدين فالنهي الآن عنه لا يأتي لا يمكن أن يجري أبدا لذلك مثلا كلمة أبي يوسف يقول أبو يوسف في الرواي المعروف المشهور عنه يقول من طلب العلم بالكلام تزندقه صار زنديقا من طلب العلم بالكلام تزندق نعم كلام صحيح عن أبي يوسف ثابت ليس عندنا إشكال في روايتي عن أبي يوسف لكن إسقاط على علم الكلام السني الذي حرره الأشعر والما تريد بعد سنة ثلاثمائة هجري أبو يوسف مات مئة واثنين وثمانين هجري أن تسقط هذا الكلام على سنة ثلاثمائة يعني بعد مئة وعشرين سنة وحصل فيها تطور تاريخي كبير في علم الكلام على يد المعتزل أولا ثم على يد علماء أهل السنة وقبل الأشعر نحن نعرف هناك الحارث المحاسبي وهناك عبد الله بن سعيد بن كلاب وهناك القلانسي هؤلاء متكلمون ما اشتهروا لكن هم قاموا بمحاولة ترتيب علم كلام سني إخراج الملكام من يد المعتزلة وإخراج صورة لعلم الكلام السنية قبل الأشعر والماتوريدي بقليل أو معاصر للأشعر والماتوريدي يعني الحارث المحاسبي قبل ابن كلاب قبل القلانسي معاصر تقريبا ثم جاء الأشعر والماتوريدي فوجد محاولات وأكمل عليها فلذلك الطريق كان تمام الأشعر والماتوريدي أوضح بكثير ومضبوطة أكثر لأن هناك محاولات معتزلية ومحاولات سنية ثم هم جاءوا فإسقاط كلام أبي يوسف على كلام أهل السنة بعد ثلاثمائة هجري يعني نقفز مائة وعشرين سنة هذا إشكال كبير في التعاون مع عبارات العلماء فأبو يوسف نعم قال هذا ولكن ينجري على علم الكلام الموجود في عصره ثم نقول طيب أكمل كلام أبي يوسف هو قال من طلب العلم بالكلام تزندق ومن طلب العلم بالكيمياء أفلس يعني كأنه في عصر أبي يوسف ظهر علمان جديدان على الساحة علم الكلام كعلم شرعي وعلم الكيمياء كعلم دنيوي فأبي يوسف قال انتبه هذا العلم سيؤدي بك إلى الزندقة هذا علم دنيوي الكيمياء لكن سيؤدي بك إلى الإفلاس لن تستفيد منه ولا دينار ولا درهم ستفلس تخسر أموالك ولا تستطيع تحصل على شيء لكن هل نستطيع أن نقول هذا عن علم الكيمياء بعد مثلا ثلاثمائة سنة بعد خمسمائة سنة أو علم الكيمياء المعاصر يعني هل هو وسيلة في العنة الإفلاس في العكس من أحسن الوسائل للغنى والحصول على المال نعم فلكن لماذا قال أبو يوسف هذا لأن علم الكيمياء كان في صورة ضعيفة جدا في ذلك الزمن وكان الخطأ فيه أكثر من صوابه يعني ما زال بدايات والناس كان لا يثقون به لشدة الخلط والاضطراب فيه لا يثقون به يعني لو أنا أريد مثلا صنعة معينة أذهب إلى إنسان عنده تجربة أخذها عن أبيه عن جده ولا أذهب إلى عالم كيمياء لأنه ما عندي ثقة لو أعطي مادة معينة ممكن يفسدها لي في نظري لأن هذا علم ما زال جديد ويعني ما زالت القضايا فيه غير محررة لكن بعد تحرير الكيمياء أكيد صار الناس يثقون بالكيمياء أكثر مما يثقون بغيرها نعم ونحن نعرف الصناعات دائما بنيت على علوم كيميائية صحيح أي صناعة بنيت على علوم كيميائية يعني فهم العناصر وتفاعل العناصر فيما بينها فيخرج صناعة فهل يمكن أن نبقى متمسكين بكلمة أبي يوسف مستحيل هذا فلماذا أنت تفهم في الكيمياء أن هذا قالها أبي يوسف في ظرف وقتي معين لكن لا تفهمه في الجملة الأولى في علم الكلام يعني بعض الناس الآن متمسك بأنه من طلب العلم بالكلام تزندق وتجده هو عالم في الكيمياء والفيزياء وكذا نعم إشكال يعني يفهمه هذا شيء تاريخي لكن لا يفهمه هذا شيء تاريخي مشكلة كبيرة نعم طيب الآن نقول نعود إلى الموضوع وهو أن درسنا سيكون من كتاب صغرى الصغرى وشرحها للإمام السنوسي الإمام السنوسي ألف عدد من المتون وشرحها بنفسه وشرحها غيره بعد ذلك شروح كثيرة لكن نفس السنوسي هو الذي ابتدأ بشرح هذه المتون فالإمام السنوسي ألف أولا متن مطول متن ولكن طويل في علم العقائد والكلام سمى العقيدة الكبرى نعم له اسم ولكن يختصر بالعقيدة الكبرى ثم شرحها بنفسه فالعقيدة الكبرى وشرح العقيدة الكبرى موجود مطبوع ثم رأى أن هذا طويل ويصعب على الناس وهكذا فاختصره وكتب المتن مختصر وسمى العقيدة الوسطى وشرحه له شرح العقيدة الوسطى لها اسم أيضا ولكن اختصر الاسم بالعقيدة الوسطى ثم رأى أن حرص الناس واهتمامهم أضعف من ذلك ويصعب عليهم ذلك فكتب كتاب مختصر أكثر وسمى الصغرى أو أم البراهين لأنه ذكر لكل مسألة دليلا وجعل الأدلة في فصل خاص ليس في كل مسألة معها ذكر المسائل ثم ذكر فصل للأدلة فسمى أم البراهين ويسمى الصغرى أيضا وشرحه بنفسه أيضا فصارت ثلاث كتب الصغرى والوسطى والكبرى ثم كتب كتاب مختصر أكثر من هذا سمى صغرى الصغرى وهو هذا الكتاب وشرحه بنفسه شرح صغرى الصغرى وهناك كتاب أصغر من ذلك ثم يا الحفيدة حفيدة لماذا سمى حفيدة؟ لأنه نسبته إلى أم البراهين أم البراهين لها صغرى الصغرى فهذا مثل الدرجة الثانية فمثل حفيد للأم فصار كأن أم البراهين هي مركز وهي الصغرى وبعدها وسطى وكبرى فوقها وتحتها صغرى الصغرى وحفيدة هو شرح هذه الكتب بنفسه سوى الحفيدة الحفيدة ما شرحها بنفسه أما باقي الكتب شرحها بنفسه طبعا هل تاريخ التأليف كان كبرى وسطى صغرى 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 حفيدة أو كان بطريقة أخرى في الحقيقة الباحثون المعاصرون غير جازمين في هذا الموضوع لكننا نجزم بأنه بدأ بالكبرى بدايته بالكبرى مجزوم بها ثم الوسطى مجزوم بها لكن بعد ذلك الترتيب احتمال يبقى على هذا احتمال يتغير قد يكون مثلا كتب الكبرى ثم الوسطى ثم كتب صغرى الصغرى هذا مثلا ثم رأى مثلا لأنه في صغرى الصغرى جاء المسألة مع دليلها مباشرة فربما بعد ذلك أراد يفصل الأدلة لفصل خاص فجاء بأم البراهن فقد يكون الترتيب إذن كبرى وسطى ثم صغرى الصغرى ثم صغرى احتمال على كل حال هذا مجال للمناقشة بين الباحثين المعاصرين لا أريد أدخل فيه بتفصيله لكن فقط أريد أنبه أنه ليس شرط أن يبقى ترتيب التأليف على نفس هذا الترتيب لكن بدايته بالكبرى أكيد نحن اخترنا أن ندرس من هذا الكتاب كمستوى أول صغرى الصغرى بشرح المؤلف نفسه طبعا يمكن كنا في السابق ندرس الصغرى أم البراهن وهو أيضا كتاب مهم ومفيد ويصلح للدراسة في المستوى الأول أيضا وهذا أمر يختلف من شخص إلى شخص من مدرسة إلى مدرسة وهكذا نحن أحببنا التنويع في هذه السنة فغيرنا من الصغرى إلى صغرى الصغرى المهم أن الطالب يدرس بتدرج هذا أهم شيء يعني أن يدرس كتابا مناسبا للمستوى الأول سواء كان هو الصغرى أو صغرى الصغرى أو كتاب آخر كالخريدة مثلا أو بدء الأمال عند الماتوريدية مثلا أو العقيدة الطحاوية عندهم أو كذا لا إشكال المهم أن تبدأ بكتاب مناسب للمستوى أول ثم ترتفع المستوى أعلى ثم أعلى تدرس بالتدريج هذا أهم شيء أما أن يكون الكتاب هو كتاب فلان هذا ليس مهم كثيرا المهم كتاب يصلح لهذه المرحلة طيب فالإمام السنوسي كتب هذا الكتاب والإمام السنوسي كان يشغله فكرة التقليد أنه لا يريد أن يكون الناس مقلدين في العقائد فكان يشغل فكرتين فكرة تصحيح العقائد أن الناس يعيشون ويموتون على العقيدة الصحيحة وتكون هذه العقيدة صحيحة لهم من غير تقليد فهذا الذي كان يشغل عقل السنوسي لذلك دائما في الشروح يقول أو حتى في بعض الموتون يقول فأردت أن أكتب لهم مختصرا يرفعهم من حضيض التقليد إلى التحقيق دائما كان ينبه على هذا وسيأتي معنا مسألة المقلد وأتكلم فيها قليلا بعد قليل فالسنوسي كان يريد يعني ألف هذه الكتب نتيجة لحاجة رأاها في المجتمع عندهم فكتب هذه الكتب وكأنه كتبها لمستويات من الناس يعني لما كتب الصغرى هي كافية في الحقيقة صغرى الصغرى كافية فلماذا يكتب حفيدة؟ كأنه رأى هناك عوام لا يحتاجون حتى إلى بعض التفاصيل فاختصر لهم أكثر الكبرى لماذا وسع فيها؟ قال هناك طلاب علم يحتاجون بعض التفاصيل وهكذا فكتب لأنواع من الناس لشرائح من الناس فهذه الكتب وشروحها هي كتب مفيدة نعم مفيدة جدا بلا شك والإمام السنوسي في الحقيقة يذكر له أنه امتاز بجودة التصنيف سواء وافقنا أفكار السنوسي في بعض التفاصيل أو ما وافقناها يعني بعض أفكار السنوسي في بعض التفاصيل ممكن تكون مثار جدل ممكن تقبل ممكن لا تقبل هناك نقاشات قديمة ومعاصرة في هذا بغض النظر قبلنا أو ما قبلنا بعض أراء السنوسي في بعض التفاصيل ولكن لا شك أن السنوسي يعني يسلم له جودة التصنيف يعني يستطيع أن يرتب العلم بطريقة جميلة ويرتفع بالقارئ من مستوى إلى مستوى ولذلك كانت هذه الكتب التي كتبها في غاية الترتيب والتهذيب والتنظيم وفي غاية الدقة والأدلة التي أتى بها أيضا أدلة قوية جيدة يعني كان يختار من كل مسألة أحسن الأدلة ويأتي بها وصياغة الأدلة تأتي صياغة مختصرة يعني لا يطيل في صياغة الدليل حتى يعني أحيانا طول تفصيل الدليل يضيع الفكرة أو يعني يضعف فهم القارئ للدليل فتختصر له الدليل بسطرين يفهمه تماما ثم إذا عنده بعض شوات نشرح له فاستطاع أيضا أن يختصر الأدلة بعبارات جامعة فالسنوسي يذكر له هذا بلا شك فلسنا ممن ينزل يعني من قيمة الإمام السنوسي وقيمة كتبه ولا أيضا ممن يرفع من ذلك ويجعل هذه الكتب كأنها هي يعني القول المذكور فيها هو القول الذي لا يمكن مخالفته في المذهب وأنك إذا خرجت عن قول مذكور في كتب السنوسي كأنك خرجت عن مذهب أهل السنة لا هناك أيضا كتب أخرى لأهل السنة هناك علماء آخرين هناك بعض الأمور التي وافقوا فيها السنوسي أو خالفوا بل بعض هذه الموافقة الموافقة قبل السنوسي يعني ليس أنه جاء بعدهم من يخالفه هو أصلا هو المخالف لمن قبله في بعض الآراء نعم يعني ليس قوله أولى أن يقال هو القول المعتمد عند أهل السنة من قول غيره فلابد نوازن بين الأمرين نعم كتب جميلة جدا مفيدة جدا مهمة جدا وغالب ما فيها معتمد أيضا لا نقلل من هذا لكن لا ينبغي المبالغة من الطرف الآخر وأنه لا يجوز الخروج عنها ولا يجوز مخالفتها في كل جزئيات وتفاصيلها بل هناك وجهة نظر بل الإمام السنوسي نفسه قد يتغير رأيه ما بين واحد وواحد من هذه الكتب قد يتغير رأيه ما بين واحد وواحد من هذه المتون حتى ليس الشروح ممكن أن يقول في الشروح يصبح هناك نقاش حتى المتن نفسه كما سيأتي في الدروس القادمة أن السنوسي في صغر الصغر مشى على رأي في الصغر أم البراهين مشى على رأي أخ نعم وسأشرح هذا في وقته تذكروا يعني أنه نبهت إلى هذا لكن سأشرحه في وقته وفي الشروح لعله اليوم لا أدري ذا الوقت ويكفي أو لا يكفي اليوم ستأتي مسألة معنا أو الدرس القادم في الشرح اختار رأيا وفي شرح الكبرى وهو الذي صنفه أولا اختار رأيا آخر فإذا قد يتغير رأيه ما بين مت ومت وما بين شرح وشرح فإذا كان حتى السنوسي إذن يعني لا يرى أنه هذه المتون مقدسة أو معتمدة مئة في المئة أنه نفسه قد يغير رأيه في بعض المسائل إذن يجوز هذا لمن كان متأهلا طبعا من العلماء لا نقول هذا لإنسان بدأ في طلب العلم مبكرا جديدا وبدأ يدرسه ويقول أنا لا يعجبني هذا ولا يصح هذا في رأيي عندما تحقق هذا العلم وتدرك تفاصيله الكثير وتدرك النقاشات التي فيه وتدرك أدلة كل طرف وتستوعب الأدلة تقريبا نعم يمكن أن تقول أنا في رأيي لست مع السنوسي أنا مع الرازي مثلا مع التفتازان في هذه المسألة إذا كنت متأهلا لذلك نعم طيب نبدأ الآن من الكتاب في صفحة 33 هو طبعا بدأ بالحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرح ذلك شرح ما معنى الحمد وما معنى الصلاة والتسليم وكذا لكن هذه أمور يعني ليست مرتبطة مباشرة بعلم الكلام لذلك ممكن تقرأونها لوحدكم فنبدأ ببداية المادة العلمية للكتاب فيقول إمام السنوسي رحمه الله في المتن يقول اعلم أنه يجب على كل مكلف شرعا أن يعرف ما يجب في حق مولانا جل وعزه وما يستحيل وما يجوز يجب على كل مكلف أن يعرف ماذا يجب ماذا يجوز ماذا يستحيل على الله وكذا يجب عليه أن يعرف مثل ذلك يعني واجب جائز مستحيل في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام وهذا اختصار العقائد كلها ولا يبقى معد ذلك إلا السمعيات الغيبيات صراط ميزان بعث حشر كذا وهذا قد جاء به الرسل فهو من الجائزات على الرسل يعني أن يخبروا بالأمور المغيبة هذا جائز عقلا فهو يدخل حتى في الجائزة نعم يعني نعرفه لأنه جائز الرسل يخبر بهذا وقد أخبرنا فنصدقه فهذا اختصار شديد لكل العقيدة ما يجب ما يجوز ما يستحيل في حق الله ما يجب ما يجوز ما يستحيل في حق الرسل طيب يقول حقيقة في الشرح الآن حقيقة المعرفة الحادثة ما من حادث حادث يعني كان في العدم صار موجود حادث شيء حدثة يعني لم يكن قبل قليل كان عدم صار الآن موجود حدثة فيقول حقيقة المعرفة الحادثة يعني قلبي ما كان يعرف شيء الآن اكتسب العلم هذا نسمي معرفة حادثة إذن هذا علم المخلوق علمنا نحن يكون بعد جهل لكن علم الله تعالى أزلي فعلم الله ليس بحادث فلذاك لا يدخل فيه هذا الكلام الآن الذي سنفصله إذن الكلام الذي سيفصله الآن إنه ما تعريف المعرفة ما معنى المعرفة ما مراتبها هذا كله عن معرفة البشر وعلم البشر أما علم الله تعالى فلا يدخل فيه هذا نعم وأصلا في حق الله لا نقول معرفة نقول علم إن نقول الله يعلم لا نقول الله يعرف عارفة يعرف لا تستعمل في حق الله لأن عارفة يعرف يعني في مدلولها اللغوي معنى الحدوث موجود إنه بعد جهل نعم لكن العلم أعام من ذلك العلم قد يكون بعد جهل كعلمنا قد يكون ليس بعد جهل كعلم الله تعالى على كل حال يقول حقيقة المعرفة الحادث إذا كلامنا عن علم البشر يقول هي الجزم المطابق عن ضرورة أو برهان جزم يعني إدراك قطعي جازم يعني ليس فيه احتمال للطرف الآخر يعني مثلا أقول هل هذا أمام ماء نعم أنا أجزم أنه ماء هذا معرف هذا علم نعم لو كان عندي شك يعني لو رأيته من بعيد وأنا لا أعرف هذا المكان ولا أعرف مثلا هذه الشركة ولا أعرف كذا ويبدو لي من بعيد قد يكون ماء قد يكون مادة أخرى ولكن غالب ظني ماء يعني ما الذي سيكون في مدرسة أو في بيت ماء غالبا لن يكون بنزين أو كذا نعم فعند احتمال 99% أنه ماء لكن عندي احتمال 1% يبقى احتمال لعله مادة كيميائية أخرى هذا ليس جزم فلا يسمى علم بحسب اصطلاح المتكلمين والمناطقة نعم نتكلم بمصطلحات المتكلمين والمناطق نعم في الفقه ممكن الظن تسمي علم نعم لكن نحن نتكلم بكلام ومنطق في المتكلمين والمناطقة العلم أو المعرفة لابد يكون جازم 100% فلو أنت تقول هذا ما 99% هذا ليس علم هذا الظن نسمي فإذن قال المعرفة الحادث هي الجزم المطابق لابد هذا الجزم يكون مطابق لأن الجزم أين يحصل الجزم؟ في النفس في الذهن يعني أنا في ذهني أفكر فأجزم بالمسألة لكن هذا الذي أنا أضعه في ذهني أجزم به في ذهني إذا نظرت خارج الذهن الواقع قد يكون الذي في ذهني مطابق لما خارج الذهن وقد يكون مخالف إذا كان مطابق هذا الجزم صحيح هذا نسمي علم إذا كان مخالف هذا يكون جهل وليس علم هذا جهل يكون يعني لو واحد جزم مئة في المئة أنه الآن المطر مثلا ينزل في الخارج لو واحد منا جالس ما كذا سمع صوتا ظن أن هناك مطر فجزم يقينا وقال مئة في المئة المطر ينزل الآن نظرنا من النافذة هل المطر ينزل؟ لا ينزل نقول كلامك إذن ليس علم لكن نقول مثلا علم خطأ أو علم غير صحيح لا جهل أصلا هذا يسمى جهل لأنه مخالف جزم مخالف للواقع فإذا من جزم مطابق للواقع علم من جزم مخالف للواقع جهل طيب من لم يجزم لا بهذا ولا بهذا؟ يعني قال لا أعرف تماما هذا جهل بسيط لكن الجزم المخالف جهل مركب نعم من قال لا ما عندي أي معلومة في هذا الموضوع هذا جهل بسيط نعم لكن من قال عندي معلومة ويجزم بها ولكن كانت المعلومة مخالفة للواقع هذا جهل مركب فإذن المعرفة هي الجزم المطابق لا بد يكون جازم ولا بد يكون مطابق للواقع لخارج الذهن عن ضرورة أو برهان أن هذا الجزم أنا حصلت عليه إما عن ضرورة يعني إما عن كيف أقول يعني عن ضرورة بمعنى شيء تضطر النفس إلى تصديقه يقينا يعني هي وسيلة لتحصيل العلم طريق لتحصيل العلم وهذا الطريق يعطيك العلم اضطرارا بمعنى ليس بيدك اختيار أن تأخذ هذا العلم أو لا تأخذ هذا نسميه ضرورة مثل مثلا أن أجد في نفسي الجوع أجد في نفسي الخوف هذا الطريق لتحصيل العلم أنت تعلم أنك جائع كيف علمت؟ بالوجدان فالوجدان هذا الطريق لتحصيل العلم ولكنه ضروري يعني ليس عندك اختيار فيه كذلك مثلا الحسيات أنا فتحت عيني رأيته مثلا كتاب فقلت هو كتاب علمت أنه كتاب بالحس بالرؤية هذا ضروري نعم فعن ضرورة أو برهان لا أحتاج أن أرتب استدلال أقول مثلا هذا الشيء مثلا على سبيل الثاني مثلا هذا الشيء مثلا أقول مثلا هذا الشيء يتحرك حرك مثلا تتغير ما بين مثلا زمن وزمن نعم فأقول إذن هذا الشيء إما أن يكون مثلا إنسان أو إما أن يكون مثلا حي أو يكون هناك له محرك نعم ثم أبحث هل هناك أي محرك ما وجدت أي محرك أقول إذن هو حي بنفسي عملت استدلال نعم وهكذا هذا الاستدلال هذا يسمى برهان يعني نظر ترتيب مقدمات للوصول إلى نتيجة هنا لاحظ أنه اختياري لأنه أنت باختيارك تأتي بالمقدمة الأولى تأتي بالمقدمة الثالثة تجمع هذا مع هاجة مع هذا حتى تخرج بالنتيجة لو أنت ما أتيت بالمقدمات ما رتبتهما لا تحصل على النتيجة هذا النظر نعم طيب فإذن الحقيقة قال هي جزم مطابق عن ضرورة أو برهان طيب فإذا لم تكن جزما كانت انظروا هنا لاحظوا لاحظوا مراتب المعرفة تبدأ من الوهم ثم الشك ثم الظن ثم العلم العلم جازم يعني مئة في المئة جازم الظن من تسعة وتسعين في المئة إلى واحد وخمسين في المئة يعني يبقى فيه احتمال أحد الطرفين أعلى من الطرف الآخر فإذا تساوى الطرفان خمسين في المئة هذا شك نعم أما إذا كان يعني جزمك أو تصديقك أو إدراكك للحكم أقل من خمسين في المئة أنت مدرك له تسعة عربين في المئة إلى واحد في المئة هذا يسمى وهم نعم لأظه هذه مراتب للمعرفة أو مراتب للإدراك يعني إدراكك للمسألة إما تكون بهذه على واحد من هذه الدرجات أكيد يعني كما قلت قبل قليل أنا أدرك مثلا المطر ينزل كم درجة جزمك بأن المطر ينزل كانت مئة في المئة إذن هذا علم طبعا المطابق الواقع يجبكم علم إذا أنت تجزم تسعين في المئة ثمانين في المئة هذا الظن إذا أنت تجزم خمسين في المئة هذا الشك أنت تشك إذا جزمك عشرين في المئة المطر ينزل هذا وهم يعني تقول عندي توهم أنه ينزل لك هذا توهم ضعيف لإحتمال الأكبر أنه لا ينزل هذا كله في المطابق لكن إذا كان غير مطابق هذا كما قلنا جهل مركب إذا كان غير مطابق أصلا جهل نعم يعني لو واحد جزم إلى جزم مئة في المئة أنه المطر ينزل وهو لا ينزل هذا جهل مركب فإذا كان خالي الذهن تماما ما عنده أي إدراك في المسألة ما عنده لا إدراك واحد في المئة ولا تسعين في المئة ولا مئة في المئة لا عنده وهم ولا شك ولا ظن ولا علم هذا الجهل البسيط خالي الذهن تماما من القضية طيب بقي أن هذا العلم الدرجة الأولى أن هذا المئة في المئة قد يكون علم قد يكون اعتقاد قد يكون هذا علم قد يكون اعتقاد إذا كنت أنت تجزم مئة في المئة عن ضرورة أو برهان يعني تستند إلى مستند عندك نقطة تبدأ منها للجزم أنا جزمت بناء على شيء ضروري وجدانيات مثلا حسيات أنا رأيت فجزمت أنا وجدت في نفسي فجزمت أنا سمعت أخبار متواترة فجزمت هذا ضروري أو برهان عملت استدلال مقدمة أولى مقدمة ثانية نتيجة إذا جزمت بناء على مستند ضروري أو برهاني ضروري أو نظري هذا نسمي علم لكن إذا جزمت بدون أي مستند ما عندي مستند أجزم بسببه ولكن جزمت وكان جزمي مطابق للواقع هذا يسمى اعتقاد ليس هنا الاعتقاد بالمعنى الشرعي العقيدة لأن عقيدتنا نحن نطلق فيها العلم هنا اعتقاد هذا بمصطلح المنطق ليس المصطلح الشرعي يقولون فلان يعتقد كذا أو معتقد لكذا بمعنى أنه جاز مئة في المئة وجزم صحية مطابق للواقع ولكن بدون دليل بدون مستند نعم كما عند المقلد إنسان جاز مئة في المئة تبعا لأبيه تبعا لجده تبعا لأستاذه ما عنده في نفسه استناد إلى شيء يعني دليل ضروري أو يعني ضرورة أو دليل نظري ما عنده استناد إلى ذلك تابع للمجتمع تابع لأبيه وأمه تابع لعائلته وجاز مئة في المئة هذا اعتقاد يسمى سيأتي معنا ما حكمه بعد قليل لكن المهم أنه جاز مئة في المئة جزم مطابق العلم لا بد يكون عن ضرورة أو برهن شكرا للمجتمع شكرا للمجتمع شكرا للمجتمع لا يعلم يعني كل مجتمع يعطل شيء لأنه ممكن أن يؤمن شخص شخص قال قال الله هو آمن بي ولكن له دليل أنه يكون بنفسه هذا العالم يعلم الشريعة فهذا الدليل ليس للمسألة هذا الدليل لكل المسائل أنه أنا أثق بفلان فبساة ثقة فلان أنا أصدق كل ما يقول وأجزم به مئة في المئة لكن هذا ليس الدليل على كل مسألة بخصوصها هذا الدليل عام هذا لا يكون يعني لا يرفع المسألة من الأعتقاد إلى العلم الذي نريده أن تعلم يعني أن تعتقد بالدليل أو تدرك بالدليل ضروري أو برهاني ولكن يكفي هنا ولو كان دليلا إجماليا دليل إجمالي بمعنى هو دليل خاص للمسألة ليس دليل عام أنه فلان أنا أثق به لا دليل خاص بالمسألة ولكن بدون الدخول في تفاصيل الدليل هذا يكفي يعني لا نطلب هنا من الناس أن يكونوا قادرين على ترتيب الأدلة كالعلماء الكلام لأن لو قلنا لماذا أنت تؤمن بوجود الله قال معقول الشمس وقمر والسماوات وأرض ونجوم وكذا كل هذه الحركات وكذا بدون إله غير معقول هذا يكفي هذا الدليل لا نطلب منه التفصيل الدقيق في الدليل هذا يخرجه من الاعتقاد إلى العلم لكن إذا كان ما عنده كما قال الأعراب وَمَا أَنَا إِلَّا مِنْ غَزِيَّةَ كيف؟ إن غويت غويت نعم إذا قبيلتي تضل أنا أضل معها إذا تهتدي أنا أهتدي معها ليس لي رأي في هذا 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 التقليد نعم يعني ليس عنده أي استدلال في المسألة هو مع المجتمع ما شي نعم طبعا هذا بالنسبة للعقائد الدينية لا يكاد يوجد حتى في عوام المسلمين يعني لو جاءت حتى لعوام المسلمين هل يوجد إنسان يقول أنا فقط بسبب المجتمع أنا مؤمن؟ لا يكاد يوجد هذا ربما ليس له مثال فإن وجد نادر جدا ومع ذلك نحن كما سيأتي لا نكثر المقلد نحن نرى إيمان المقلد صحيح مع الإشكال الكبير هذا ومع ذلك نرى إيمانه صحيح يعني حتى لو كان تابع للمجتمع تماما لكن نقول إذا جزم جزم مئة في المئة مطابق يعني مؤمن بالوحدانية نعم الله واحد مؤمن الوجود الله نعم الله موجود ما دام هو جزم مئة في المئة ومطابق حتى لو كان بدون أي استدلال لا ضرورة ولا برهة فنحن نرى صحة إيمان المقلد لكن نرىه عاصيا آثما لأنه ترك الاستدلال سيأتي بعد قليل بالتفصيل نعم نعم يجب الدليل لا لا يجب يجب عليه كما قلنا يكون آثم إذا ترك ذلك يعني هذا وجوب شرعي فعلا يعني أوجب الله علي الاستدلال لكن ما قال لي ستكفر حاشا إذا ما استدلال وقال هذا يجب عليه فهو واجب لذا قلنا المقلد عاصي لأنه ترك واجب من واجبات الشرع مثل ترك فرض من الفروض وهو الاستدلال يعني قلت قلت الاعتقاد بالمعنى الشرع علم العقيدة هذا شيء آخر هنا الاعتقاد بمصطلح المناطق والمتكلمين الاعتقاد المقابل للعلم أما لما أقول هذا كتاب في الاعتقاد يعني علم علم جزم مطابق بدليل فهذا كتاب عقيدة أو اعتقاد هذا مصطلح الشرع العقيدة أو الاعتقاد لكن أتكلم هنا عن مصطلح الاعتقاد في مراتب المعرفة طيب يقول فقولنا الجزم احتراز من الظن وهو الاحتمال الراجح فوق الخمسين في المائة ومن الشك وهو الاحتمال المساوي خمسين خمسين ومن الوهم وهو الاحتمال المرجوح أقل من خمسين كلها بكلمة الجزم في التعريف خرجت وقولنا المطابق احتراز من الجهل المركب فإنه جزم غير مطابق لما في نفس الأمر كجزم الفلاسفة بقدم الأفلاك وجزم اليهود والنصارى بسلامتهم من الخلود في النار يوم القيامة هؤلاء جازمون إنه عالم قديم هؤلاء جازمون أنهم ناجون يوم القيامة ولا يخلدون في نار جهنم وكل الجزمين مخالف للواقع نعم فهذا لا يسمى علم بل يسمى جهل مركب وقولنا عن ضرورة أو برهان احتراز من جزم المقلد المطابق هو مقلد جزم مئة في المئة ومطابق يعني جزمه صحيح إن ليس مثلا إنسان مقلد لليهود والنصارى مقلد مثلا للمجوس هذا أصلا مقلد وفوق التقليد هو ماذا غير مطابق يعني مقلد في الجهل المركب لكن أنا أتكلم لا عن مقلد في العلم يعني مقلد في المطابق لكن مشكلته أنه مقلد يعني ليس عن مستند ليس عن ضرورة ولا برهان قال احتراز من جزم المقلد المطابق فإنه ليس بمعرفة لا يسمى إدراكه علما إدراك المقلد هذا لا يسمى علم لا يسمى معرفة وإن كان جزما مطابقا لما في نفس الأمر ويسمى في الاصطلاح اعتقادا اصطلاح كما قلت للمتكلمين والمناطق في هذا الباب خاص مراتب المعرفة يعني ممكن في باب آخر في الكتاب يأتي مثلا مثل يقول مثلا والصراط من المسائل الاعتقادية هنا هل يقصد من المسائل الاعتقادية يعني اعتقاد يعني تقليد لا هنا يقصد والصراط من المسائل الاعتقادية يعني هنا مقابل الفقه يعني مسألة عقيدة ليس مسألة فقه يجب تنتبه لسياق الكلام هذا اصطلاح كلمة اعتقاد اصطلاح هنا في مراتب المعرفة طيب يقول ومعنى الضرورة إلجاء المولى سبحانه وتعالى النفس إلجاء ما معنى إلجاء يعني ألجاء يعني جعلك مضطرا للشيء فيقول إلجاء المولى سبحانه النفس يعني الله تبارك وتعالى جعل نفوسنا مضطرة ليس باختيارنا لماذا مضطرة لأن تجزم بأمر جزما مطابقا بلا تأمل يعني في بعض القضايا الله تعالى يلجئنا إلجاء يعني يجعلنا مضطرين أن نعلم أن ندرك أن نجزم كما قلت لو أنت فتحت عينك فأنت مضطر لأن تعلم ما ترى يعني مثلا فتحت عيني فرأيت هذا أزرق فأنا مضطر الآن أن أعلم أنه أزرق ليس بإرادة أقول أنا مع كوني أرى أزرق أنا لا أريد أعلم أنه أزرق يعني أنت تكذب على نفسك أنت في قلبك علم جازم يقين أنه أزرق نعم فمثلا سمعت صوت من هذا الطرف فأنا أعلم أن هناك مصدر للصوت في هذا الطرف لا أقول أنا سمعته لكن لا أريد أعلم أنه من هذا الطرف أنت مضطر هذا ضروري اسم كما قلت لو وجدت الجوع لو وجدت العطش أنت مضطر لذلك لكن قد يكون بيدك أن تفتح عينك أو لا تفتح هذا بيدك هذا اكتسابي تستطيع بنفسك أن تكتسبه أنا لا أريد أفتح عيني أصلا حتى لا أعلم هذا نعم ممكن لك لكن إذا فتحت العين صار علما ضروريا لاحظ بين الآلة أو بين الطريق والإدراك لا يوجد واسطة بلا تأمم تمام فتحت عيني أفتح أو لا أفتح بإرادتي لكن فتحت فرأيت أزرق هنا بين الطريق والمعلومة لا يوجد واسطة هذا ضروري نسمي طيب أنا أستعمل عقلي الآن ليس عيني عقلي بدأت أفكر في مسألة لاحظ أنني أريد التفكير مثل أريد فتح العين أريد التفكير طيب أريد التفكير هل سأحصل على معلومة مباشرة لا كل الناس يريد سبعين في الماء ثمانين في الماء الناس يريدون التفكير ويريدون النجاح في الامتحان ويريدون التفوق على الناس في العلم ولكن قليل منهم من ينجح وقليل منهم من يتفوق يعني تعطي مسألة أمام الطلاب امتحان كلهم يفكرون يعني يريدون التفكير لكن هل كلهم يصل إلى الصواب لا إذن هنا بين الإرادة التفكير يعني هذا بإرادتك أنك تفكر أو لا تفكر أنا أفكر مثل أنا أفتح عيني لكن بين فتح العين والوصول لا يوجد واسطة لكن بين توجيه العقل للمسألة والحصول على الإدراك هناك واسطة يجب أن تأتي بمقدمة مع مقدمة أخرى يجب تربط فكرتين معا حتى تخرج الفكرة الثالثة لذا التفكير لا يكون بفكرة واحد لو كان فكرة واحد ضروري مثلا أنا أفتح عقلي أقول الكل أكبر من الجزء هذا ليس نظر هذا ليس نظر ليس عملية تفكير هذا فقط الكل أكبر من الجزء لاحظ بين تفكيرك والوصول للنتيجة لا يوجد واسطة فقط فهم الكلمات إذا فهمت ما معنى الكل ما معنى الجزء ما معنى أكبر الكل أكبر من الجزء صح هل أنا قمت بأي عملية تفكير لا أو لا أقول تفكير نظر نسمي حتى ندقق نظر لم أقوم بعملية نظر فقط حاولت أفهم الكلمات أنا هذا لا يدخل في النظر نعم لكن الآن أنا آتي بهذه الكلمات وآتي بمقدمة أخرى معها وأربط الفكرتين معا ليخرج من النتيجة مثلا زيد إنسان فهمت ما معنى زيد نعم فهمت ما معنى إنسان نعم ثم آتي بمعلومة أخرى أن الإنسان يعيش بالتنفس الهواء يحتاج يتنفس الأكسجين حتى يعيش هذه معلومة أخرى مستقلة لاحظ لأن أربط زيد إنسان مع أن الإنسان يعيش بالهواء إذن ماذا يخرج زيد يتنفس الهواء هذا فكر هذا نظر لا يكفي إذن من معلومة واحدة لابد تجمع المعلومة إلى معلومة أخرى هذا نسمي نظر طبعا في درس المنطق تفصلون هذا أكثر هذا علم ضروري هذا علم نظري نسمي نعم لاحظ إذن الضروري ليس بإرادتك أن تحصل أي أو لا تحصل بإرادتك ممكن تستعمل الأداء مثل العين أو لا تستعملها لذلك حتى قوم نوح عليه السلام ماذا عندما كان يسمعهم الحجج والبراهين كانوا يضعون أصابعهم في آذانه استغشوا ثيابه لأنهم يرون يعني يعرفون إذا رأى سيرى فالحل الوحيد عنده أن يمنع الرؤية تماما ليس أن يرى ولكن لا يقبل لأنه إذا رأى سيقبل حتى لو قال باللسان لا يقبل هو في قلبه قابل ذلك الحل أن يستغشي ثوبه أو يغلق ذنيه لا أريد أرى أصلا أما العملية الفكرية ليست هكذا لا أحد يقول أنا أغلق عقلي لا يقول عقلي ما زال يعمل لكن لا أريد أجمع هذه الفكرة مع الفكرة الأخرى أنا أفكر بجهة أخرى نعم فقط بالمعلومة الأولى زيد إنسان لا أريد أن أفكر بالأكسجين لن أحصل على النتيجة زيد كيف يعيش أبقى أفكر عن زيد عن طوله عن شكله عن لونه عن كذا لا أجمع الفكرة الأخرى عقلي يعمل ولكن لا يوجد نظر نعم إذن يقول جزما مطابقا بلا تأمل بحيث لا حاولت أو حاولت النفس أن تدفع عن نفسها ذلك الجزم بتشكيك مشكك أو نحوه لم تقدر يعني أنا أجد في نفس الجوع أنت لو أعطيتني عشرين دليل أنني لست جاء لا أصدق أقول لك أنا أجد في نفس الجوع صحيح لكن لو أنا رتب دليل من مقدمتين ووصلت إلى نتيجة وأنت شككتني في المقدمتين أو شككتني في الترتيب أو شككتني في محتوى المقدمات أو شيء مثل هذا نعم سأشك لأن هذا مرتب بمقدمات فأي خلل في الترتيب أي خلل في المحتوى مقدم الأولى غير دقيقة الثاني غير دقيقة أو هذا دقيق هذا دقيق ولكن التركيب بينهما غير جيد نعم أشك ذلك لو أنا عندي دليل أنت أعطيتني خمس أدل لتعارضوا أقول آه ربما أنا عندي خلل في هذا لكن في الضروريات الصعب لا يمكن هذا نعم لذا يقول لو حاولت النفس أن تدفع عن نفسها ذلك الجزم بتشكيك مشكك لم تقدر ومثاله جزمنا بوجود أنفسنا هذا يسمى وجدانيات وبأن الواحد مثلا نصف الاثنين هذا يسمى بدهيات أو أوليات لاحظوا كلمة ضروري يعني لا يحتاج نظر وينقسم في المنطق إلى أقسام تدرسونها منها الوجدانيات منها البدهيات ذكر مثالين هو وجدانيات بدهيات لكن هناك أقسام أخرى ستأتي معكم في درس المنطق نعم منها متواترات حسيات كذا ستأتي معكم المهم كلها ضروريات هذه المهم يعني كما قلت بين الطريق والنتيجة لا نحتاج واسطة لا نحتاج الذهن ينتقل من الطريق إلى ألف إلى با ينتقل إلى با مباشر هذا يسمى ضرورية ومعنى البرهان هذا النظر الدليل المركب من مقدمات قطعية ضرورية في نفسها أو منتهية في الاستدلال عليها إلى علوم ضرورية نعم النظر كما ترون دليل مركب من مقدمات مقدمات جمع أقل الجمع كم؟ اثنين طبعا هنا خلاف أقل واثنين أو ثلاثة ولكن على هنا نمشي على اثنين فالدليل مركب من مقدمات هذا يكون برهان هذه المقدمات تكون قطعية فالدليل قطعي برهان أو تكون منتهية إلى ضرورية أنا من هنا سأبدأ في الدرس القادم لأفصل لكم ما معنى مقدمات ضرورية في نفسها أو منتهية إلى علوم ضرورية ثم سنذكر مثال المؤلف ذكره ونتابع إن شاء الله نعم في هذا الموضوع في الدرس القادم حاولوا أن تقرأوا قبل الدرس من هنا إلى صفحة ثلاثة وأربعين يعني الواجب والممكن والمستحيل هذا كله إن شاء الله نناقشه في الدرس القادم أيضا ثلاثة وأربعين آخر ثلاثة وأربعين أو عفوا أربع واربين نعم أربع واربين نعم إلى أربع واربين نعم نظري هو البراهن نعم سنفصل في الدرس القادم على كل حال هذا الموضوع إن شاء الله طيب والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر